تمتد الهجمات الحوثية في البحر الأحمر لمدى زمنيا أكبر من توقعات عديد من الأطراف الدولية والواضح أن ربط هذه الهجمات بالحرب في غزة بات تقديرا استراتيجيا خاطئا بالنسبة لكثير من الأقطاب الدولية والإقليمية التي تضررت كثيرا من استمرار هذه الهجمات فما هو الأفق الذي يستمر فيه الحوثيون في هجماتهم؟ وما حجم تقاطع هذه الهجمات مع الاستراتيجية الأمريكية أو المصلحة الأمريكية؟ الشواهد الميدانية تؤكد أن هذه الاستهدافات خدمت الاستراتيجية الأمريكية في عديد من النقاط المهمة أولها أنها وفرت مبررا للانتشار العسكري الأمريكي الكبير في المنطقة التي كانت قد أصبحت هدفا للتواجد الصيني ونما فيها شعور بضرورة تنوع التحالفات الاستراتيجية ما بين الشرق والغرب وثانيها أن استمرار هذه الهجمات يخلق مع الأيام قناعة بالحاجة لممر بحري آمن بعيد عن البحر الأحمر ومضي قباب المندب وقناة السويس وهو ما تجهز له واشنطن عبر ممر التنمية الطريق البديل لمشروع الحزام والطريق الصيني ما يعني أن استمرار الاستهدافات الحوثية يحقق الرؤية الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة وإن كان ما يدور في العلن يحمل نوعا من المواجهات غير المؤثرة بين الطرفين إلا أن الواقع أن تلك مصالح تتم إدارتها بالأدوات الخشنة فهل تدرك الأطراف المناوئة لميليشيا الانقلاب في اليمن مدى هذا الانسجام بين الحوثيين والأمريكان وإن كانت كذلك ما هي أدواتها لتغيير هذه المعادلة التي تخدم الحوثيين وتعزز من قوتهم وسيطرتهم